دلوقتي هنتعرف مع حضراتكو على الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله واللي منها بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالوزرات والهيئات المختلفة كمان النهاردة الحكومة المصرية بتشارك دولة تنزانيا الاحتفال ببدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة جيليوس بالإضافة لأن العاصمة الإدارية هتستضيف بطولة الجمهورية للسلاح وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالوزرات والهيئات لشهر ديسمبر بداية من النهاردة وعلى مدار خمسة يام النهاردة هيبدأ الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة جيليوس نيريري الكهرومائية على نهر رفيجي بتنزانيا والحكومة المصرية بتشارك الدولة التنزانية قيادة وحكومة وشعب فاحتفالها بهذا الحدث الهام جدا للأشقاء في تنزانيا ولأنه مشروع سد ومحطة جيليوس نيريري الكهرومائية على نهر رفيجي بيمس الأهمية كبيرة جدا للشعب التنزاني وده في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتنفيذ هذا المشروع الضخم اللي بيجسد العلاقات المتميزة بين البلدين النهاردة تنطلق بطولة الجمهورية للسلاح تحت 20 سنة بصالة العاصمة الإدارية الجديدة والله تستمر على مدار 3 أيام لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع مباراة دوري 16 لكأس الرابطة الإنجليزية والله هتجمع ما بين منشستر سيتي وليفر بول الساعة 10 بالليل